هنا الأحواز المنسية وهنا عبادان أول مكتشف النفط في الشرق الأوسط كلها في هذه المدينة هذا ظاهرها جبال ثماني أنهار نهر كابرون الكبير يمتد هنا الساحل الذي يطل على الخليج العربي وهنا خلفها جبال زاجروس التي تفصل بينها وبين فارس ظاهرها أنهار وزراعة وباطنها بحر من النفط والغاز شوف كيف تمتد مساحتها 185 ألف كيلو تقريبا تشبه مساحة تونس ودبل ضعفي مساحة الإمارات بام عليكم هلا حبايبي اشتقتلكم مع هالجو الجميل قلت ناخذ موضوع لعله جميل الأحواز دخلها الإسلام إبان خلافة أمير المؤمنين عمرو الخطاب رضي الله عنه في معركة القادسية على يد القائد الفذ سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه الصحابة الكرام كانت تتبع مرة البصرة ثم أصبحت استقلاء مستقلة في ذاتها عاشت في فترات أختصرها لك بعد سقوط الدولة العباسية على يد المغول نشأت الدولة يقالها المشعشعية واستطاعت تأخذ الاعتراف من الدولة العثمانية ومن الصفويين يعني من قوتها حتى قبل ثلاث قرون قامت دولة يقالها الدولة الكعبية سقطت آخر أمير قبل مئة سنة اسمها خز على الكعبي 1925 البريطانيين البريطانيين آه يا بريطانيين سلموها لبلاد فارس لماذا؟ خشوا من أمير خز على الكعبي قالوا أن يطل على الخارج العربي ومهم اعترفين من القوة يعني قالوا كانوا متطمنين للإيران أكثر طبعا يقالهم ندموا أنهم سلموا الأحواز لإيران ويقال أنهم سلموها أيضا لإيران حتى يوقف إيران معهم ضد روسيا شوف كيف الأبعاد بعد النظر طبعا كانوا الإيرانيهم يسمونها عربستان اعتراف منهم منها عربية 99% كان من سكانها عرب من قبائل عربية تميم وبني كعب بني طرف دواسر سبيع كل القبائل لو تبحث تجدها عام 1925 البريطانيين دعموا شاه بهلوي كان حاكم إيران سووا كمير لخزع الكعبي آخر خليفة لدولة الأحواز من الدولة الكعبية استدعاه خزع الكعبي نصب له كمير ثم نسكر عليه وأسقط لك بلاد الأحواز اللي هو دولة الكعبية طبعا خزع الكعبي وقال ندسول السم في الأكل وأكلها 1936 ومات طبعا يا حبيبي خيراتهم كلها منها محمد خاتمي الرئيس حقهم يعترف منه يقول إيران بخزتان زندست يعني شوف ستتكلم فارسي يعني معناتها إيران تحيا بخوزستان غيروه من عربستان إلى خوزستان اللي هم إيران ما فعلت إيران مرحلة تغريب الآن تعيشها الأحواز العربية الإسلامية غيرت كثير من أسماء المدن العربية المحمرة عشر مدن غيرتها إلى خرم شهر الحويزة مشهورة هذه غيروها إلى من؟ دشت ميشان الأحواز يتم كلها سموها الأهواز كثير من المدن غيروها غيروا أسماء المدن العربية سووا تهجير من فارسيين إليهم طبعا كانوا 90% عرب الآن 90% عرب نصر العربية أيضا منعوا اللغة العربية تماما تنطق بها يعقلك القانون في المحاكم لازم تتكلم فارسي ولا ما تدخل المستشفيات المدارس تتعلم فارسي غصب الغاء الصحف العربية الزي العربي يلغى تماما يتلبس الزي البهلوي الإيراني جرائم لا تعد ولا تحصى من النظام الإيراني الرافضي إذا كان 87% من نفط إيران من الأحواز 100% من غاز إيران من الأحواز تخيل اللي عاشوه العرب الثاني اللي هم الأحواز من الظلم والجور شيء فضيع جدا الأنهار الثمانية يتمر عندهم بعض الأنهار صرفوها من خلف جبال أراجوس أراجوس اللي تفصل بين الأحواز وبين فارس عشان ما يستفيد منها الشعب لأنهم يقومون بثورات دائم ضد فارس وإيران تبغى تذلهم في نهر كارون الكبير كارون الكبير هذا خلطوه بالملح حتى لا يمتزراعها بشكل كثير عندهم شيء من الظلم والجور شيء فضيع جدا مخطئ من يظن أن الشعب الأحوازي سكت قامت تقريبا 23 ثورة 9 ثورات عظيمة كبيرة جدا كلها قبلت بس قمع لا يحتاج أن لديك التواريق حتى تمل وقصصها قمع وخنق وإعدام المرأة حتى في شهر التاسع تخنق وتصرب وأنتم شاهدتوا هذا الشيء بأنفسكم الكتب العربية حرقها أشياء كثيرة ما لها أول ولا تالي لو كانت موجودة الآن ومستقرة سبحان الله وكانت مثل دول الخليج وكانت غنية وعندها فروات من الطبيعة وليس نسافر كان ساعة وربع من الرياض تتسيح وتمشى لكن ما شاء الله نعيشها في هذا القرن الله أراد ذلك الشيء وهي الأمور كما شاهدتها دوله من سره زمنه ساعته وأزمانه أبور البقاء الرندي أمرث الأندلس نفس الأبيات لكل شيء إذا لم يتم نقصانه فلا تغروا بطيب العيشي إنسانه الله يحفظكم حبايبي ترى العلمك في كثير منهم يعني قال إنها ستين في المئة من المذهب مذهب الشوشو وأربعين في المئة من المذهب يعني المذهب أربعين في المئة لكن كثير منهم الآن يبدون يروحوا المذهب لماذا؟ كرهم في سياسة إيران ورئاستهم نكايتهم بهم والله غالبا على أمره ولكن أكرر ليسا يعلمون حبيبي أحبكم في الأحظايبي دائما استمتع بالضباب مدينة الضباب قل مدينة الضباب